رح نيعطوله فريق أول واش دارشنجريحة باش يدي فريق أول كان يذبح في الجزائريين يشرف على الذبح شخصيا كان برتبة عقيد وكان هو قائد كان القائد انتع الفرقة هو مجاهد العالم الكبير هذا اللي رح يحطينه في مركز الدراسات الاستراتيجية عمره لكتب مقال مقال واحد مكتبوش في حياته لكن حطينه هو مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمعنى يشرف على البروفيسورات والدكتورات ويقول لهم وش يديرو وهم مكتبش عمره مقال واللي كان قائد ركانو هو شنجريحة كان عقيد ما خلاش واللي يريد ان يروح لدلائل يقرأ كتاب سويدي وكان شهادات اخرى ان شاء الله ما زال تخرج كان يذبح الجزائريين هذا وش كان يدرس شنجريحة في التسعينات هاي المؤهلات تع شنجريحة ذبح الجزائريين في التسعينات ادخال المخدرات والسماح لها بالدخول والاسلحة والطرفيك لما تبعثوه البشار قاعد فيها 16 نعم ومن بعد قاعد قوات برية فريق اول الان وراه طحين بينه وبين وراه مضربين شدة كبيرة بينه وبين بن علي لان بن علي راه مرعوب وانا احتمال كبير يخلوه بضعة اسابيع ومن بعدين يحيوه ومن بعدين يحيوه راح يدخلوا للحفز بن علي بن علي اللي راه مرعباته الآن انه راح يموت في الحفز اشتركوا في القناة